السلام عليكم متابعي قناة كلاكت ميديا اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في فيديو اليوم هنتكلم عن مصنصة الهاب الجزء الخامس الحلقة العاشرة خلونا نبلش بتبدأ احنا في الحلقة العاشرة بانه زكوت بيكلم جبل وبقوله انه فيه شخص غريب طلع من السد وجبل بقوله ضلك وراه واعرف شو بده وزكوت بروح وراه وبشوفه رايحه يشتري اكلة مجموعة كبيرة وبقرب منه وبسمع لهجته الغريبة وبعدها برجع زكوت على السد وبكلم جبل وبقوله ايش اللي شافه وايش اللي سمعه وجبل برد عليه انت جبت الشي اللي كان براسي وبتروح صار معمونة على مختار الهابة وبتعرف بعض المعلومات والاحصائيات عن السكان وبعدها بتحكي انه فيه شنطة تبعت واحدة فكرتها تبعتي واطلخبطت عشان اغراض اللي انسرقت بالطريق وابو احمد بقول لها هتيها باي وقت واحنا بنوصلها لصحبيتها وصارة بتحكي مع جبل عن حياتها وبتطلب منه يحكي عن حياته وجبل بيجاوب ولكن باجوبة مختصرة وجبل بيرجع على البيت وفي رصب وقفه وبقوله على الموقف اللي صار بين علي وابوه وانه ابو علي ضرب علي قدام لرجال وجبل بروح لابو علي وبيسأله عن اللي صار بينه وبين ابنه علي وابو علي بقوله عن الخدام الجديدة وانه ام جبل طلبت خدام جديدة تساعدها في البيت وفي اخر الحلقة جبل بيجمع بين علي وشاهين بقولهم انه انا عارف انكم مش طيقين بعض بس انتو ظهري وحمايتي واللي صار زمان مش رح يتكرر وعلي مننا وفينا وابوه من اهل الظهر والموضوع هذا لازم يتسكر لانه اللي جاي كبير وانا محتاج كنتو الاتنين تكونوا معي وهذا كان فيديو اليوم اتمنى كنت الفيديو اعجبكو لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناة اشوفك الفيديو الجاي سلام عليكم